دلوقتي معت موجز الأخبار مع ليندا شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبدلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا للتحدية أنالانا بيبوك حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبدل والشراكة المتوازنة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكرية كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا واعتناول اللقاء أيضا استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخة حيث أشدت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تتطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض لرياح المحملة بالأتربة والرمال مع مراعاة التنسيق العام لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة كما وجه بأن يتم الإسرع في أعمال اللانسكيب والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال الجولة التفاقدية التي قام بها لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي استهلها رئيس الوزراء بعقد اجتماعا في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسؤولين المرافقين حيث أشار مدبولي إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معيير الجودة أو التوقيتات الزمنية وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وعقب الاجتماع استكمل الرئيس الوزراء الجولة التفاقدية في الحي الحكومي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1232 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمال المتعافين من الفارس إلى 385 ألفا وثلاثمائة وتسعين حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 59 حالة جديدة أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية بلغت 56431 حالة مضيفة أن إجمالي الإصابات بلغ مليون و350 ألفا و630 حالة فيما بلغ عدد الوفايات 7081 حالة بين السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس قيس سعيد أصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي كان قائما وأكد الرئيس سعيد خلال اللقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال وبحضور رئيسة الحكومة النجلاء بودن على احترامه لاستقلالية القضاء لافتا إلى أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها وأضاف أن الحل مجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت جاء لوضع حد النحالات الإفلات من العقاب مشددا على أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي نهاية من جزء الثمنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر